السلام عليكم ورجعنا لكم في فيديو جديد هذه اللابتوب الأزوز هذه اللابتوب الأزوز موديلها K53S هذه اللابتوب مشكلتها انه ما تشتغل بشكل نهائي صاحبها يقول انه كان عنده مشاكل بالسوكت وبعدين سكت مرة وحدة انا اتوقع انه مشكلتها بمدخل الشحن لانه هذه اللابتوب بها مشكلة شائعة هذا الموديل بمشكلة شائعة وهي انه السوكت مالته ينكسر فخلي نتأكد اول شي خلي نجيب الملتيمتر ونقيس سلامة او نتأكد من سلامة الشاحن فنجي نقيس الشاحن بهذا الشكل وشوف انه الشاحن سليم هاي اولا ثانيا نجي نشوفكم الحالة اذا ربطناها نلاحظة هنا انه اضويت الشاحن متشتغل وحتى اذا نزمنا بهذا الشكل ايضا ما يشتغل لكن مثل ما شوفون بملعب السوكت على اكتر مكسور فحتى نتأكد بنسبة مئة بالمئة خلي نجي ناخذ الملتيمتر على وضع الجرس بهذا الشكل ونجي ننقيس السوكت طبعا الاطراف مالته اول شي ناخذ الارضي مال السوكت مع اي ارضي موجود مثلا الهجديماي عدنا توصيل بالارضي الارضي سليم نجي ناخذ الطرف الموجب ونشوف ماكو اي مقاومة او اي على الملتيمتر هذا يدير على انه الطرف الموجب مقطوع او مكسور فهذا السبب عدم عمل اللابتوب المشكلة بالسوكت خلي نفقق اللابتوب ونلقى او نعلمكم طريقة تصليح السوكت طبعا ما راح استبدله لانه اذا استبدلته بسوكت جديد ايضا راح ينكسر هذه مشكلة عامة بهذا الموديل عندي طريقة خاصة بي سوي بها السوكت بدون ما ينكسر مرة اخرى بدون ما يتعرض الزبون لنفس المشكلة فحتى تعلمون الطريقة خليكم ويانا خلي نفقق اللابتوب ونبدأ باسطاحها اي شباب فتحنا القبق العلوي خلي نجي نتأكد من انه مشكلتنا بالسوكت فنحول الفولت او الملتيميتر على وضع الفولت ونجي نربط الشاحن مرة اخرى بهذا الشكل مثل ما شوفون ما عندنا اي اضوية يدل على ربط الشاحن خلي نجي نتأكد من انه الفولتية ما جاي تعبر الملتيميتر قدامكم والسوكت هذا الطرف الارضي على اي ارضي والطرف الموجب على الموجب الخاص بالسوكت مثل ما شوفون ما كو اي فولتية عبر على السوكت اذا المشكلة بالسوكت مئة بالمئة فخلي نجي نرفع البورد من محلة ونسوي اللي اتفقنا عليه انه نصلح السوكت بطريقة نضمن بها عدم عودة الزبون مرة اخرى وعدم شكايته من نفس المشكلة راح نجي نفقق براغي البورد بهذا الشكل انتزعنا البورد شباب مثل ما شوفون فحتى لا يعيقنا مجموعة التبريد عيقنا بعملية الاصلاح السوكت راح نرفع مجموعة التبريد ايضا من مكانها خلي نروح للميزة الثاني ونبلش باستطاع هذا المشكلة خليكم نروح للميزة الثاني خلي نشوفكم السوكت تحت الميكروسكوب ونروح لهذا الوضع وهذا السوكت مثل ما شوفون امامكم شباب الكسر اللي صاير هنا في حالة اذا حركناه راح يكون اوضحتكم شوفون الفراغ هذا في حالة اذا استبدلت السوكت بسوكت جديد ايضا راح ينكسر من نفس المنطقة اي مشكلة شائعة بهذا الموديل فحتى نحل المشكلة بشكل جذري راح ناخذ هذه القطعة نرفعها من هاي المكان ونعمل جنفر بين هاي المنطقة وبالتالي السلك اللي راح يكون هنا راح يكون بيه مرونة فاثناء حركة السوكت او اهتزازه او ملعبه من مكانه ما راح يصير بيه كسر مباشر انه هاي المكان ما راح يصير سرته او صلبه خلي نسوي هذا الشي سوى والشي راح نسوي راح نجي نرفع هذا البن من مكانه خلينا نقلب البورد بهذا الشكل نجي نحط شوية فلاكس على هاي المنطقة ونجيب صولدر مثل ما عشفت الشباب خلينا صولدر ودوبنا هذا البن خلينا نروح للطرف الاخر مثل ما يشوفون البن طرع من مكانه نجي ننتزع بهذا الشكل هذا البن طرع من محله فلاكس على هاي المنطقة فلاكس على هاي المنطقة شباب نجي طبعا السوكيت هذا طب هو الموجب ملتا فبعد ما خلينا فلاكس نجي نخلي صولدر على قطط بالموجب الخاص بالسوكيت بهذا الشكل لازم ألزم البورد بالشي معين وعند درجة الحرارة ما لكاويا مالتي مخبخ لطبع شوية نخلي نخلي آآ شوية الطلاكس طبعا هذا الجسر اللي صار من الصولدر راح يضر ما يفيد فراح أشيله ب ب باذا الشكل أشيله لانا هدفي انه ما أخلي شي ينكسر في هاي المنطقة راح جاستخدم بعد ما خلينا بالسولدر بهذا المنطقة نجي نستعين بأي قطعة سلك مثل هذي مثل ما تشوفون جبنا سلك قصير بهذا الشكل راح نجي نلحم أحد أطراف السلك على البن الوسطي الخاص بالسوكيت بهذا الشكل هذا الفن الوسطي اللي حمنا عليه السلك نجي نلحم الطرف الآخر من السلك على لوحة الأن مباشرة بهذا الشكل ناخذ السلك ونلحمه بشكل مباشر على المين بورد ولتكون بهذه النقطة حاليا بعد ما عملنا هذا السلك صار بمثابة جسر قابل للحركة ولين مثل ما تشوفون السفحات تعرض السوكيت لأي حركة ما راح ينكسر مباشرة وبهاي الطريقة نكون صلحنا السوكيت بطريقة أفضل مما نقوم بعملية استبداله لأن عملية استبداله ما راح تكون حال جذري للمشكلة وراح يظل الزموني عاني من هاي المشكلة وراح ينكسر عندها السوكيت مرة أخرى فخلي ننظف السوكيت بشكل جيد بعد أن صلحنا ننشف مكان التنظيف وهاي النتيجة سيليك عملنا طرف منا على المدخل ما للسوكيت والطرف الآخر على المدربورد دعنا ننشف نتيجة العمل مالتنا طبعا احرص انك الجسر اللي سويتها ما يدامس القطب السالب مثل ما اشوف هنا صار قريب فخلي أحاول أجيب العازل على هاي المنطقة بهذا الشكل وأحاول أعوج السلك بهذا الشكل سيكون بعيد عن المنطقة الأرضي مثل ما اشوف طار به فراغ لا بأس به ما اعتقد بعد أكون شيء يخلي يلامس بهذا المنطقة وإذا تريد تسويه بشكل أفضل خليه شوية يعني عازل بهاي المنطقة وليكن العازل مثلا السيليكون من هذا الحار ذوب لهنا شوية خلي نسوي هذا سيليكون حار خلي نذوبه خليه وبس مثل ما شوفون تصار عازل جيد خلف السكت بهذا الشكل تكون ضمنت أنه الجسر اللي سويته ما راح يلامس الأرضي بأي شكل من الأشكال بسبب لك مشاكل بالمستقبل هاي الطريقة بعد عملها هاي الطريقة بعد عملها ما راح يرجع لك الزبون بأي شكل من الأشكال بإذن الله هاي الطريقة سويها من سنوات نهائيا محد اشتكى منها بينما نتقبل بإبادة الأمر استبدل السوكت بسوكت جديد وألاحظ أنه الزبون بعد أشهر راح يجيني مرة ثانية ويعاتبني على عدق بتقاني لعمري فهي الطريقة أفضل من أنه تستبدل السوكت بسوكت جديد فخلي نروح نشيك النتيجة سوى خليكم ويانا هاي شاو بجانا على الميزة الثانية خلي نفحص نتيجة عملنا بهذا الشكل نجي نربط الشاحن بالسوكت ونجي نجيب الملتيميتر ونرفع قياس نربط حاليا بهذا الشكل ونشوف عدنا 19 فولت جا تعبر على الميزة مثل ما شوفون وهاي مقامة المقارنة أيضا عليها فولت إذن شغلنا سليمية والمئة ولكن ضوء الشحن ما اشتغل أعتقد سببه عدم وجود بطارية خلي نربط البطارية بشكل مؤقت بهذا الشكل هاي البطارية ربطناها هنا كما شوفون خلي نربط مرة أخرى ومثل ما شوفون شباب ضوء الشحن اشتغل عندي إلالة على انه شغلنا سليم مئة بالمئة ضل بقعدنا انه نجمع اللابتوب ونسلمها للزبون هذا كل شي اللي عندي بفيديو اليوم أتمنى يكون الفيديو عجبكم إذا عجبكم الفيديو وتنسونا بالعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس كامو وياكم سيف قداي من قناة قداي تيك سلام الله شباب اشتركوا في القناة